مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في خمس حلقاتنا من برنامجكم طفلك أمانتك عنوان حلقتنا اليوم يتحدث عن الألعاب الإلكترونية ومخاطرها على الأطفال طبعا إدمان الألعاب الإلكترونية مشكلة الألعاب الإلكترونية إنها بتعمل على تحفيز مركز المكافأة في الموق اللي بدوره بيطلق مادة تطلق عليها الدوبامين اللي بدوره بتزيد إحساس الشخص بالسعادة ودي نفس الآلية اللي بتشتغل عليها كل المواد المخدرة الكيميائية لذلك عندنا في حاجة بنسميها إدمان كيميائي وإدمان سلوكي صحيح واللي يقع تحت إطاره إدمان القمار مثلا على سبيل المثال إدمان الألعاب الإلكترونية وعندنا في الطب النفسي التصنيف الخامس للأمراض النفسية التصنيف الأمريكي الخامس للأمراض النفسية شمل اضطراب الألعاب الإنترنت بالفصل الثالث ضمن الحالات اللي تستدعي مزيدا من الدراسة نصيحتي لكم يا مستمعين الأعزاء يجب الحرص على مشاركة الطفل في الألعاب الأخرى غير إلكترونية الحرص على التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة والتعرف على المواهم التي يتمتع بها الطفل والعمل على تنميتها كنتم معكم أنا نهار رياشي إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامجكم طفلك أمامتك شكرا